أتابع الآن زميلنا الإعلامي فيصل بن حريز في إحدى الجلسات أتوقع بأن هذه الجلسة لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة دعونا نذهب إلى هذه الجلسة أهلاً بكم وأهلاً بكم معاليك في هذا الحوار شكراً لدينا تقريباً عشرين دقيقة والملف يحتاج لسنوات وربما ساعات طويلة لنقاشه نبدأ من القضية التي فرضت نفسها على مجمل الأوضاع حقيقةً في المنطقة حرب غزة أصبحت هي القضية الرئيسية في أجندة السياسة الخارجية للعديد من الدول على مستوى الإقليم وعلى المستمر الدولي إلى أيضاً جانب تشابكها مع كثير من القضايا الداخلية لعدد من الدول المرحلة حريجة كما نعلم وتعلم وتصعيد غير مسبوق من كواليس صناعة القرار وأيضاً أروقة الدبلوماسية أنت حذرت في أكثر من مرة على عديد من المنصات في كثير من المؤتمرات من خطورة هذه التداعيات واستمرارها لسنوات طويلة كيف ترى معاليك أو تلخص معاليك هذا التأثير الذي قلت أنه سيستمر لسنوات يعني أولاً القضية الفلسطينية في أزماتها المتعددة في حروبها المتعددة حاضرة وهي ليست بجديدة لكن طبعاً مستوى العنف حقيقة ضد المدنيين بصورة خاصة وضمن حياتهم وضمن تمزيق هذه الحياة يعني أخذت أبعاد وحشية غير إنسانية حتى بمقاييس التي نعرف الفصول القضية الفلسطينية أصبحت جداً صعبة فلابد حقيقة من التمييز بين الواقع الإنساني والواقع العملي الواقع الإنساني يعني لا يسعنا حقيقة كعرب تربينا على قبول عدالة القضية الفلسطينية وقبول أيضاً الاضطهاد الذي تعرض للشعب الفلسطيني لا يسعنا حقيقة إلا أن نتعاطف تعاطفاً كاملاً ضد غزة ومؤخراً ضد جزء من غزة اللي هو رفاح وأخبار الغرافيكية هذه يعني اللي نراها في التعرض للمستشفيات تعرض لناس عزل عدد الأيتام اللي بنشوفهم عدد الذين استشهدوا من الجانب الإنساني لا يمكن أن نتفادى هذا الجانب وأعتقد كل العالم كل صاحب ضمير متفق مع هذا الموضوع يضاف إلى هذا أن نحن عدنا إيمان راسخ بعد القضية الفلسطينية هذا إيمان تشربنا من تربيتنا من ضميرنا العربي ضميرنا الإسلامي ضميرنا الإنساني لكن معاليك مدى فعالية عفوا المغاطعة يعني فعالية استخدام نفس النهج والأساليب المعتادة في حل الأزمة يبدو أنه لا يعني لا يدفع للحل حقيقة مية بالمية فيصل سياسة الاحتواء فشلت فشلاً ذريعاً ورأينا أن سياسة الاحتواء هو احتواء إلى فترة معينة وفي هذه الفترة أيضاً لا يختفي الظلم ولا يختفي أيضاً القهر ولا يختفي العنف ولكن سرعاً ما نجد أن هناك تجدد في الاشتباكات خاصة مع وجود حكومة إسرائيلية عنصرية يمينية مغالية حق أيضاً في توقعاتها لما تراك دولة يهودية ما بديل الاحتواء المطروح وهل يمكن أن يفعل في ظل تباعد الأطراف أخبر؟ أعتقد أنه من بداية الحرب في غزة في أكتوبر هناك رأينا كدولة الإمارات أن هناك ثلاث أبعاد وهذه الثلاث أبعاد ما زالت حاضرة البعد الأول هو مسألة البعد الإنساني للعزمة وأعتقد أن هذا البعد الإنساني برغم مرور سبعة أشهر على الحرب حقيقة ضد الغزة نرى أنا ما زال حاضر ما زلنا حقيقة نحصي عدد الشاحنات التي تدخل إلى شعب يحتاج كل دعم إنساني إلى ناس مبضرورة لهم أي علاقة بالاقتتال الحاصل ونرى أن هذه المجموعة التي يتم تشتيتها من بقعة إلى بقعة أنا زائر غزة مرتين أعرف حجم غزة وأعرف اكتفاض غزة ومسألة نقل هذه المجموعات من بقعة إلى بقعة وبعدين استهدافهم فالبعد الإنساني ما زال حاضر واعتقد ترى مثلا جهود الإمارات في هذه الناحية من الأمور حقيقة التي ركز عليها رئيس الدولة من اليوم الأول بأن دولة الإمارات تكون أحد أكثر الدول التي هي تقوم بهذا الدعم وتقوم أيضا بمبادرة نوعية الناحية الثانية هي الجانب السياسي الجانب السياسي قضية سياسة الاحتواء مثل ما تفضلت مثل ما ذكرنا انتعت وبالتالي لابد حقيقة من تحديد خطوات لإحياء حق قيام الدولة الفلسطينية بعض هذه الخطوات قائمة مثل مثلا الاعترافات التي نراها اليوم في الدول الأوروبية أو القرار اللي تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وما نراها أيضا في بعض الجهات مثل محكمة الجنايات الدولية محكمة العدل الدولية يعني بما معناه أن هناك زخم يجب توظيفه المشكلة أن هذا الزخم اليوم يقابل بأحد أكثر الحكومات تطرفا أيدولوجيا وفعليا في إسرائيل فبالتالي يعني إسرائيل أيضا تفقد حقيقة حضورها الدولي نتيجة للسياسات أيضا موجودة من فكومات اليوم كيف يمكن أن يستغل هذا التغير على المستوى الدولي لصالح هذه القضية البعض أيضا معليك يلوم عدد كبير من العواصم العربية عن أن ما يجري هو نتيجة بعض القرارات ربما التي كانت متأخرة أو لم تكن فعالة وتناسب الوقت حينها قبل التعقيد أكثر في هذه المرحلة يعني أرى مثلا أن هناك سعادة من العديد من العرب بالتغييرات التي نراها في المجتمع مثلا في المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي لكن لا يمكن ننتظر أنا ما يمكن حقيقة أنتظر لحد ما أرى تغيير شعبي في الغرب عشان أخذ هذا الحق هذا الحق حقيقة يجب أن يتم من خلال خريطة واضحة تجاه إقامة دولة فلسطينية وأعتقد أن هذا التحدي الكبير الذي يواجه اليوم الإسرائيليين يواجه الإسرائيليين تحدي أن قيام دولة يهودية لا يمكن أن يكون بمعزل عن قيام دولة فلسطينية هذه العاملين مرتبطين وجود دولة فلسطينية هو الضمان لوجود دولة يهودية والدولة اليهودية دون قيام دولة فلسطينية كاملة متكاملة الأركان عصمت القدس الشرقية ضروري لهذا الشيء يعني هذه صاروا مثل ساميز توينز مثل ما يقال يعني إذا أنت تريد أن تعيش في أمان وسلم ضمن حدود معترف بها كدولة يهودية لابد أيضا أن تكون هناك دولة فلسطينية متكاملة الأركان قابلة أن تكون دولة ذات سيادة في كل المناحي حقيقي أنت ذكر دائما توصيف الدولة الوطنية هي التي تمثل الحل لكثير من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية تحديدا صحيح يعني وسرت هذه السردية وملامحها وربما البعض في كثير من المقالات وجدوا أنك وضعت يدك على الجرح وقدمت الترياق لهذه المشكلة لكن ألا يبدو هذا الحل يعني حالما معاليك في ظل تباعد المتناحرين في كثير من الصراعات؟ لا هو يبقى حالما إذا لم تتبع خطوات حقيقية ما المطلوب؟ أعتقد مثلا اليوم من خلال الجهد العربي المفذول وهو جهد جماعي في مسألة يعني وجود خريط الطريق واضحة أنا أعتقد هذه مهمة ولا بنرجع لنفس سيناريو الهدوء وبعدين التصعيد وبعدين الانفجار والمنطقة لا تتحمل يعني لا تتحمل إنسانيا من المسؤول اليوم عن آلاف حقيقة من الأيتام الذين تيتموا حقيقة ويعني هذه الأطفال تم استهدافهم خلال هذه المرحلة خلال مرحلة الحرب واللي شفنا أن الضمير العالمي حقيقة استيقض لكن مسألة الضمير العالمي هو عنصر داعم لا يمكن الانتظار إلى أن يتغير المزاج الدولي لابد من أن تكون هناك حطوة يعني حتى ننتقل الموضوع الدولي نبقى في موضوع الدولة الوطنية من المسؤول عن انتشال هذه الدولة في ظل هذا التناحر حتى ترتدي ما يعني يمكن أن نسميه رداء الوطنية معادي لخفيصا النظام الدولي قايم على الدولة الوطنية واللي صار في العالم العربي خلال 10-15 سنة أثناء الماضية أن الدولة الوطنية حقيقة يعني نخرت والدولة الوطنية نرى أنها غير موجودة نتيجة لعدة عوامل عوامل من بروز موليشيات عوامل استسهال التدخل في الشأن العربي من الأقليم عوامل تتعلق بأيديولوجيات ترفض منطق الدولة الوطنية والمحصلة النهائية أصبح أن الدولة الوطنية في العديد من مناطق العالم العربي اليوم أصبحت عاجزة أو غير حاضرة وحقيقة لا بد من معالجة هذا الجانب واليوم حقيقة أيضا نرى جزء من الطرح اللي نرى في خلال البعض مستقصد والبعض الآخر يمكن عاطفي هناك حملة عربية لجلد الذات وكان المسؤول عن الذي يجري هو الدول العربية لا يقدر مثلا أن الدولة مثل مصر قدمت 100 ألف شهيد لصالح القضية الفلسطينية في حروب عديدة فبالتالي العمل معا بعيدا عن مسألة جلد الذات بعيدا عن مسألة من يتحمل هذه التبعية العمل الفعلي الجاد ضروري لكن البعض قد يلوم بعض العواصم العربية أن لا تقدم حلول فاعلة أو على الأقل التعلم من التجربة السابقة أنا في تقديري لا يمكن لوم الدول العربية اليوم من أكتوبر والقضية الفلسطينية هي الحاضر الأول على ملف القادة والحاضر الأول على ملف الشعوب والحاضر الأول على ملف السياسات لكن الدول العربية أيضا أدركت بأن المسار هو مسار سياسي وهذا الإدراك تبلور بداية من أيام اتفاق الرئيس السادات واللي أدى إلى تحرير سيناء وأدى فيما بعد إلى إقامة السلطة الفلسطينية في مسار أصله الخلل اللي صار إسرائيل عملت على وجود هذا الخلل اليوم فنحن واليمين المتطرف عمل على وجود هذا الخلل وكان أيضا هناك مثل ما قلت منطق الميليشيات منطق الأديولوجيا العابرة للحدود أسهل لها أن تلوم دولة عربية من أنها تبحث عن حلول حقيقية لصالح الحق الفلسطينية الأزمات الأقديمية والعالمية منها طبعا الحرب على غزة وتابعنا أيضا حرب أوكرانيا وغيرها من الصراعات أظهرت أن هناك إشكالية في النظام الدولي لن تحدث فقط على مستوى المنطقة بل حتى النظام الدولي تفاجأ الجميع أنه لا يستطيع حتى أن يفعل أي من قراراته للتأثير على القادي القضايا هل هذه المرحلة الآن التي نشهدها وحرب غزة تحديدا ستشكل مخاض لإطلاق مجموعة من التغييرات والآليات الجديدة التي تتعامل بفاعلية مع الواقع أم تكشف هشاشة هذه المنظومة وصعب تغييرها؟ النظام الدولي خلق لمرحلة سابقة النظام الدولي تبلور أساسا بين 1945-1948 بعد الحرب العالمية الثانية المرحلة هذه تنتهت فاليوم نحن حقيقة النظام الدولي كما تبلور كما نعرف مؤسساته كما نعرف والأمم المتحدة هي أحد مؤسساته النظام الدولي هذا لم يعد قائم كما هو فيه أجزاء منه قائمة فالمسألة حقيقة هي مسألة يعني اليوم مثلاً لما نتكلم مثلاً عن ازدواجية المعايير بين فلسطين وبين أوكرانيا نفهم ذلك لكن ما الهدف؟ الهدف لا يمكن فقط انتقاد هذه الازدواجية لأن الازدواجية هذه موجودة الهدف حقيقة هو من خلال تكوين يعادة تكوين يعني كتلة عربية تبتعد عن مسائل جلد الذات تعيد بناء الدولة العربية يكون في هناك نوع من الوعام هذا الموجود والتعاون الموجود يكون لنا مكاننا وثقلنا في العالم لا توقع أن النظام الدولي سيستبدل بنظام دولي جديد لأن هذا يطلب نوع من الإجماع لكن النظام الدولي معناه أن نحن بنمر بفترة اللي كما نرى إذا كان هناك اتفاق ووفاق النظام الدولي سيعمل وفي أغلب الأحوال هذه في المسائل الإنسانية وإذا لم يكن هناك اتفاق ووفاق كما رأينا في حرب غزة وكما رأينا في أوكرانيا فلن يعمل هذا النظام الدولي وأعتقد منطقنا نحن في دولة الإمارات هو العمل على بناء قدر الإمكان تكتل عربي لأن الصوت الواحد حقيقة لن يغير شيء لكن الأصوات ستغير تنائية الاستقرار والتنمية سنذهب إلى هذه النقطة لدينا أربع دقائق سريعا في رأيك هل يمكن استشاف كيف سيبدو شكل النظام الدولي بعد حرب أوكرانيا وحرب غزة هل هناك ملامح تدور على الأقل في الكواليس لا في تقديري بتكون هناك أنواع من الحلول الجزئية لكن لا أتوقع أن هذا النظام الدولي في إجماع على تغييره لكن أنا أريد أن أتناول الأخفيصل وخاصة أننا عدنا أربع دقائق دقائق اللي هو موضوع شو هو توجه الإمارات اليوم جميل أنا أعتقد هذا مهم لأن فرصة هذه حقيقة نتحدث عن هذا الشيء اليوم حقيقة إذا تابع زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى كوريا والصين ستلقط بعض توجه دولة الإمارات هذه الزيارة أولا من جهة هي زيارة من باب اللي هو تعدد جسور الإمارات وتعزيز هذه الجسور فكما أننا عدنا علاقة اليوم وثيقة مع الغرب مع الولايات المتحدة وهذه العلاقة مثل ما شفنا مؤخراً امتدت لتتجاوز الاقتصاد إلى التكنولوجيا فحريصين جداً أيضاً على وجود مثل هذه العلاقات مع دول وازنة في الشرق مثل هند مثل اندونيزيا مثل كوريا مثل يابان إضافة حقيقة إذا ترى أيضاً جدول هذه الزيارة من نوعية توقيع الاتفاقيات فتحدث سابقاً حقيقةً عن تأكيدنا على البعد الاقتصادي للتوجه الحالي للإمارات والبعد الاقتصادي هو من جهتين هو بعد اقتصادي داخلي ولكن أيضاً بعد اقتصادي أقليمي داخلي تعرفه وأعتقد أنت تراه كل يوم لكن أقليمي أيضاً من خلال مثلاً شراكات ضخمة مثل رأس الحكمة في مصر مثلاً من خلال إعادة مثلاً تفعيل العلاقة الكبيرة مع تركيا من خلال علاقتنا المزدهرة والمتنوعة مع السعودية من خلال حقيقة أيضاً بناء وتعزيز جسور علاقاتنا مع إيران لتجاوز موضوع التجاري نريد حقيقةً في هذه المرحلة أن نعزز السياسة والدبلوماسية والتوجه الاقتصادي لكن المتغير هنا هو الانتقال من الجانب الاقتصادي والعبور إلى الجانب التكنولوجي لأن هناك قناعة وابحة موجودة لدى قيادة الإمارات أن ثروات الأمم الجديدة لن تأتي إلا من خلال القطاعات التكنولوجية الناشئة ولابد أن نكون جزء من هذه القطاعات التكنولوجية الناجعة فبالتالي زيارة شيخ محمد بن زايد اليوم إلى الصين إلى كوريا ليست حقيقةً اختيار ترسخ فكرة ثنائية الاستقرار والتنمية وهي أيضاً ضمن منظومة الدولة الوطنية وتؤكد على مسألة بناء الجسور وتؤكد أيضاً وين الإمارات متجهة فكما نحن أيضاً مشغولين بملفاتنا اليوم الأقليمية من ناحية الأمن والازدهار والملف الفلسطيني اللي يمثل أحد أهم ملفاتنا حالياً إلا أننا أيضاً لابد من أن نخصص أيضاً جزء رئيسي كما ننظر أيضاً للواقع الحالي يجب أيضاً أن نخصص جزء رئيسي من جهودنا للمستقبل يعني خلف هذه اللقاءات العربية المشتركة والتحديات هل بالفعل زاد الإيمان لدى صناع القرار القادة العرب بضرورة العمل المشترك أمن التفاصيل قد يعني أو العمل على التفاصيل قد تعيدنا إلى مسألة لن أقول خلاف الاختلاف مرة أخرى باختصار في ثلاثين ثانية سمحت معاليك أعتقد أن هناك تعاون تعاون عربي كبير جداً بين مجموعة من الدول اللي توصف بدول الاعتدال والوسطية العربية تعاون كبير جداً لكن حقيقةً إذا نريد تعاون أكبر وأشمل ما زلنا بعيدين عن الطموح وعودة لسؤالك حقيقةً على النظام الدولي ما في شك أننا نحن أمام نظام دولي مريض وفي عطب وبالتالي يعني لا يجب أن نتأمل في تغيير في النظام الدولي يجب أن نعمل على وجود صوت عربي أقوى بحيث أن قضايانا لا تهمش ولا تسقط بين قضايا الآخرين ونبتعد عن مسائل جلد الذات لأن حقيقةً الهدف يجب أن يكون مشترك في أن يكون هناك دور عربي رئيسي في النظام الدولي في آخر دقيقة بما أنها الآن في منصة إعلامية رائدة طبعاً وهذا الحضور الإعلامي الإعلام هل يساهم في الحل أم تعقيد الأزمة ما المطلوب منه على الأقل يعني من أروقة السياسة كيف تنظر أو ماذا ترسل لهذه العقول الإعلامية وأروقة الإعلام في هذا المنتدى يعني بركز على الجانب الإيجابي الجانب الإيجابي في تقديري أن الإعلام اليوم أمام التحدي كبير في الانتقال إلى إعلام وسائل التواصل الجديدة وأعتقد أن كل من يدير مؤسسة إعلامية يدرك هذا التحدي وأنت أعلم حقيقةً بهذا الجانب أن أنا أقدم أي نوع من التوصية أو النصيحة لكن المهم بالنسبة لي كمتلقي دائماً هو موضوع المحتوى الذي حقيقةً يميز بين ما أقرأه من الذي ما أنتبه له هو موضوع المحتوى يعني أحياناً سرعة الخبر مهم لأن الواحد يجب أن يكون مطلع لكن بعد سرعة الخبر أعتقد مسألة المحتوى مهم فالتركيز على مسألة المحتوى أياً كان سواء كان هذا المحتوى سياسي أو اقتصادي أو غير اقتصادي أنا في تقديري كمتلقي أكثر من أني صانع أو عامل في مهنة الإعلام تأكيد الأساس هو على المحتوى وأن يقدم قيمة مضافة كما قدمت لنا هذه القيمة في هذه الجلسة أشكرك الدكتور رانور بن محمد قرقاش المستشارك لماسي لصاحب السمو رئيس دولة المراج شكراً جزيلاً لك على إيطاحة الفرصة للقاءك وعلنا نلتقي ربما في لقاءات أخرى يكون الوضع في العالم العربي أفضل كل التوفير شكراً لكم